موسيقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لأسلامكم في شرح الدرس الرابع من الوحدة الأولى من كتاب العلوم والحياة للصفة التاسع الفصل الأول الدرس الرابع هو بعنوان الجهاز الليمفي ولكن أولاً إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضاً بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضاً إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكه وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضاً ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضاً أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكم كثيراً وعشان ما نطول إش عليكو خلونا نبدأ هل سبق وأن أصبت بالتهاب اللوزتين؟ وأن شاهدت يوماً ما طحال خروف وتسألت عن أهميته مكونات الجهاز الليمفي وبظيفته تأمل الشكل واحد ثم أجيب زي ما نرى في الشكل واحد هذا هو الجهاز الليمفي يتكون من شعيرات الليمفية ومصاري الليمف والأوعية الليمفية والعقد الليمفية سنجد نرى الآن أهمية هذا الجهاز وإشياء مكوناته أذكر أنواع الأوعية الدموية الظاهرة في الشكل أنواع الأوعية الدموية الظاهرة في الشكل عند شرايين وأوردة وشعيرات دموية وأوعية ليمفية وشعيرات ليمفية ما اسم الأوعية الظاهرة باللون الأخضر؟ أوعية ليمفية وشعيرات ليمفية كيف يتم تبادل المواد على الرغم من عدم مغادرة الدم للشعيرات الدموية يعني كيف بيتم تبادل المواد على الرغم ان الشعيرات او الدم ما بيطلع من الشعيرات الدموية يرشح سائل يسمى السائل بين الخلوي او البيني من الشعيرات الدموية الشريانية حاملا معه الاكسجين والمغذيات لتصل الى جميع الخلايا ثم يحمل السائل بين الخلوي هو السائل البيني هذا فضلت الخلايا وثاني أفسد الكربون ليعود معظمه إلى الجانب الوريدي من الشعيرات الدموية أما الجزء المتبقي منه بين الخلايا فيسمى باللمف وهو يعود عبر الشعيرات الليمفية فالأوعية الليمفية ليصب في الوريد الأجوف العلوي طيب إن الأوعية الليمفية هي جزء من الجهاز الليمفي تعمل الشكلين اثنين ثلاثة وتعظف على مكونات أخرى للجهاز الليمفي وأجب عما يلي زي ما احنا شايفين هذه هي صورة الجهاز الليمفي أين توجد الأوعية الليمفية في الجسم؟ توجد بغزارة في كل مناطق الجسم ماذا تسمى العقيدات الليمفية الموجودة في مدخل البلعوم وتمنع دخول مسببات الأمراض؟ إيش بنسميها؟ بنسميها اللوزتين أو اللوز يعني اللوز أو اللوزتين هي عبارة عن عقيدات ليمفية موجودة في مدخل البلعوم تمنع دخول مسببات الأمراض ثلاثة أذكر بعض أماكن وجود العقد الليمفاوية توجد على طول الأوعية الليمفية ومن أماكن وجودها منطقة الرقبة وتحت الإبطائن وفي منطقة البطن والحوق سؤال أربعة ماذا تسمى الغدة التي تقع على طول القصبة الهوائية؟ بنسميها الغدة الزعترية أو الثيموسية سؤال خمسة حدد موقع الطحال في الجسم الطحال يقع خلف المعدة وتحت الحجاب الحاجز زي ما احنا شايفين في الصورة سؤال ستة لماذا يعد نخاع العظم الأحمر جزءا من الجهاز الليمفي؟ لأنه يعد مصدرا لتكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية نيجي الآن للسؤال في صفحة 47 اعتمادا على ما سبق يمكنك تحديد ثلاث وظائف رئيسية للجهاز الليمفي اذكرها ملاحظة تذكر ما درسته حول الأوعية الليمفية في خملات المعاء أيضا وظائف اللي هو الجهاز الليمفي أو الوظائف الأساسية لإلوه أول وظيفة هي امتصاص سائل الأنسجة الزائد الذي رشح خارج الأوعية الدموية ولم يتمكن من العودة إلى الجهاز الدوراني المسمى باللمف وإعادته عبر الأوعية الليمفية إلى القلب يعني أول وظيفة للجهاز الليمفي السائل البيني أو السائل البين خلوي اللي بيرشح من الأنسجة أو بيرشح خارج الأوعية الدموية وما قدر يرجع للأوعية الدموية الجهاز الليمفي بياخده بيوديه عبر الأوعية الليمفية إلى القلب هذه أول وظيفة ثاني وظيفة هي الدفاع عن الجسم عن طريق محاربة مسببات الأمراض زي ما احنا شفنا زي اللوزتين اللوزتين موجودات في البلعوم وتمنع دخول مسببات الأمراض ثالثا حمل معظم الحموض الدهنية والإجليسيرول عبر الشعيرات الليمفية ليتم نقلها إلى تيار الدم لتوصل أو لتصل إلى جميع خلايا الجسم يعني بيحمل معظم الحموض الدهنية والإجليسيرول إلى جميع أنحاء الجسم تحتوي العقيدات الليمفية والعقد الليمفية والطحال على خلايا ليمفية تعمل على محاربة مسببات الأمراض الموجودة في الليمفي نيجي الآن لمشكلات صحية تتعلق بالجهاز الليمفي بعد أن تناولت مريم مثلجات ومشروبا باردا جدا شعرت بآلام في الحلق وصعوبات في البلع إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة وقشعريرة وفقدان للشهية مع رائحة كريهة للفم فاستحبها والدها إلى الطبيب الذي وصف حالتها بحمرار في اللوزتين وتطخمهما وتكون صديد عليهم أجب عن الأسئلة الآتية ما المرض التي تتوقع أن مريم تعاني منه وما أعراض الإصابة المرض الذي نتوقعه هو التهاب اللوزتين والأعراض الذي يذكرها الطالب موجودة في النص اللي هي الشعور بآلام في الحلق وصعوبة في البلع إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة وقشعريرة وفقدان للشهية مع رائحة كريهة للفم إيش هي المخاطر المتوقعة إذا تكررت الإصابة إذا تكررت في عندي مخاطر الإصابة بالروماتيزم ثالثا ماذا تنصح مريم لتجنب تلك المخاطر تجنب تناول المشروبات والأطعمة المثلجة وتناول الأغذية التي تكون حرارتها معتدلة في عندي إضاءة إن مرض الإيدز ذو آثار وخيمة على الأفراد والمجتمع ما المقصود بالإيدز وما طرق الوقاية منه طبعا هذا الإشيء ممكن تبحث عنه وتجدوه على الإنترنت طبعا مرض الإيدز هو عبارة عن مرض نقص المناعة المكتسبة يعني الإنسان بيفقد المناعة أو جسمه بيفقد المناعة فبالتالي بيكون غير قادر على مقاومة مسببات الأمراض فممكن تبحث عنه على الإنترنت نأتي الآن إلى حل أسئلة الدرس الرابع السؤال الأول الشكل المجاور يمثل أو عيادة موية ولمفية في أحد أنسجات الجسم أجيب أذكر أسماء سوائل الجسم المشار إليها بالرموز ألف باجيم دال ألف يشير إلى وعاء دموي والسائل فيه هو دم باء يشير إلى وعاء دموي والسائل فيه أيضا هو دم لأن ألف وباء عبارة عن وريد وشريا بينما جيم يشير لخلايا الجسم ضمن نسيج في الجسم والسائل فيه هو السائل بين الخلوي أو السائل النسيجي أو السائل البيني لأنه عبارة عن خلايا جسم دال يشير لوعاء ليمفي والسائل فيه هو الليمف با كيف يتمكن السائل الموجود في دال من العودة إلى الدورة الدموية يعني كيف يتمكن السائل الموجود في دال من العودة إلى الدورة الدموية معظم السائل يعود إلى الشعيرات الدموية الوريدية أي الأوردة أما الجزء المتبقي منه المسمى بالليمف الذي لا يتمكن من العودة إلى الدورة الدموية فإنه يعود عبر الأوعية الليمفية جيم أذكر اسم شيئين تحتاج إليهما خلايا الجسم ويتوافران في السائل با وأذكر اسم شيئين ينتقلان من خلايا الجسم إلى السائل ألف الأكسجين والمواد الغذائية تحتاج إليهما خلايا الجسم ويتوافران في السائل با يعني هدول هما الإشيين الأكسجين والمواد الغذائية بينما ثاني أكسيد الكربون والفضلات ينتقلان من خلايا الجسم إلى السائل ألف نأتي الآن إلى السؤال الثاني ما المقصود باللمف؟ اللمف هو الجزء المتبقي من السائل اللبني أو السائل البيني الذي لم يتمكن من العودة إلى الشعيرات الدموية الوريدية السؤال الثالث شعر حاتم بألم تحت الإبط عندما أصيب بجرح غائر في يده ما تفسيرك لذلك؟ بسبب تضخم والتهاب في العقد اللمفية تحت الإبط نتيجة لحدوث التهاب في الجرح أربعة تعرض رامي لضربة من جندي إسرائيلي على جانبه الأيصر ما مخاطر ذلك؟ تعرض الطحال لتمزق أو لتلف أصدقاء العزاء هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا انتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر